حين البعض صدق هذه الأقاويل رغم تفريدك لكل ما قيل أنا أقول وقلتها سابقا في إحدى القنوات يعني أعتقد كل صاحب عقل ومنطق وحكمة لما يرى هذه الحملة الكبيرة على ذكرى الرشيدي لابد أن يتبادر إلى ذهن سؤال ما هو السبب الحقيقي وراء هذا الهجوم على ذكرى الرشيدي وذكر بعض الأمور تعين أختها تعين أقارب وقاموا يخلطون ما بين تعين الأقارب في المناصب يا أختي أنا كنت في الوزارة عندي مراكز أو مناصب قيادية وإشرافية كثيرة لو كنت بي أستغلها كان استغليتها لكني مع ذلك خرجت للعامة وقلت أنا أتحدى أن تكون ذكرى الرشيدي قد عينت أحد أقاربها حتى الدرجة السابعة ما قلنا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا حتى الدرجة السابعة وأبعد لأنه بالفعل لم يتم هذا الكلام هو كان خلط في الأوراق لكن أنا سعيدة للأمانة داخلي حتى لما كنت في زحمة شغلي وانشغالاتي سعيدة أن تكون هذه الحملة بموضوع تعين أو بمثلا لما خذوا موضوع استعانتي بأختي كمستشارة لقطاع الرعاية وهي موجهة وجامعية ومؤهلة وذات كفاءة وهذا قرار راجع للوزير يختار من يرى ويستعين فيهم في فترة وجوده في الوزارة يكونون معاه في هذه الفترة وينتهي عملهم والاستعانة بهم خلال بعد انتهاء عمل الوزاري أنا أعتقد ما أثير يعني هو يرد على حاله والشعب الكويتي فطين مثل ما يقولون والإجابة الآن يعني كافية ووافية والذي يريد أن يتحدث أكثر تجاوبت إجابة ووافية بصراحة مشاهدينا فاصل وسنعود